حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف القياسي الذي أطلف المحاصيل في الجنوب الأفريقي وتسبب بتجويع ملايين الأشخاص ودفع خمسة دول لإعلان كارثة وطنية دخل الآن أسوأ مراحله قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بالوكالة في أفريقيا الجنوبية لولا كاسترو إن بعض التقديرات تفيد بأن الجفاف هو الأسوأ في المنطقة منذ قرن ومضيفة أن ما لا يقل عن 27 مليون شخص تضرروا في منطقة يعتمد الكثيرون فيها على الزراعة